قلعة في أعماق البحار كان ياماكان مملكة تقع على جزيرة وسط محيط بعيد وكان جميع أهلها من البحارة والصيدين عاش أهل المملكة في عزلة تمة عن العالم وسعدوا بعزلتهم تلك كان من الممكن أن تصير الجزيرة أسعد بقاع العالم لولا أن أمرا واحدا عكر صفو أهلها فقد كان لهم عدو خبيث بدرجة تفق الوصف ولم تفلح محاولات الملك أو أي من مستشريه في تبديد خوف أهل المملكة من هذا العدو وذلك العدو هو أمير البحار اللئيم الذي يمتلك قوى سحرية ويعيش في قلعة عظيمة في قاع البحر وقد كان أمير البحار يكره أهل المملكة لا لشيء إلا لأنه يكره الخير وكل الصالحين فمنذ قديم الأزل أذاقهم أصنافا من الأذى طارة بسلبهم طعامهم من الأسماك مع عدم حاجته إليه مطلقا وطارة أخرى بإطلاق أنواع أخرى من الأسماك الضخمة والمتوحشة التي لم تكتفي فقط بالتهام الأسماك النافعة بل كانت تتجرأ أيضا على مهاجمة أهل المملكة متى سنحت لها الفرصة وقد أرسل الملك أفضل رجاله مرارا وتقرارا لقتال أمير البحار ونجح بعضهم في الوصول إلى مكان قلعته العظيمة في أعماق البحر فأهل المملكة عاشوا بجوار المحيط على مدار مئات السنين حتى أصبح بمقدورهم التنفس تحت الماء كالأسماك بالضبط وكانت معرفتهم بالنباتات والحيوانات التي تعيش في قاع البحر تكاد تضاهي معرفتهم بتلك الموجودة على اليابسة ولكن مع هذا كله لم يهتدي أي منهم إلى سبيل لدخول القلعة حتى وإن تحلى بالشجاعة الكافية لفعل ذلك وكذلك لم يتوصلوا إلى أي فكرة تمكنهم من تدمير القلعة وفوق هذا وذاك وقع نجل الملك أسيرا في يد أمير البحار كان نجل الملك لا يزال صبيا صغيرا لكنه كان يتوق إلى أن يكبر ويقاتل عدو والده ولطالما ردد أنه حينما يصير رجلا سينجح في تدمير القلعة المسخورة وطرد أمير البحار فخشي أمير البحار أن يتحقق ذلك لذا في يوم من الأيام عندما كان الصبي الذي يدعى فلما يتنزه في قارب بصحبة رفاقه أرسل أمير البحار سمكة ضخمة قلبت القارب ثم قبض على فلما بنفسه وحمله إلى قلعته لكنه سمح للصبية الآخرين بالهلوب وكاد قلب الملك ينفطر عندما علم بالأمر وعرض مكافآت ضخمة لمن ينجح في إنقاذ ابنه وتحريره من القلعة المسخورة ولكن لم يجر أحد حتى على المحاولة لأن أمير البحار بعث رسالة مفادها أن فلما يعيش بأمان الآن داخل قلعته ولكنه سينهي حياته على الفور إن أقدم أي من رجال الملك على إنقاذه ولهذا عاش الملك وقومه في حصرة شهورا عديدة ويأس كثيرون من عودة فلما إلى دياره مرة أخرى وفي مكان ليس ببعيد عن قصر الملك عاشت فتاة صغيرة اسمها ميلنا كان والدها يعمل بستانيا في حدائق القصر وكانت طفلة سعيدة تقضي معظم أوقاتها خارج المنسل وسط الحقول أو على الشاطئ وأحبت الفتاة جميع المخلوقات حبا جما حتى إن الطنور والسناجب والأسماك بادلتها الحب وكانت تأتي لمنا متى أحضرت لها الطعام أو وقت ما رغبت الطفلة في اللعب معها ومع أن والدها كان فقيرا ولم تمتلك الكثير من الثياب الأنيقة وغيرها من الأغراض التي تشترى بالمال ربما لم تكن هناك فتاة سواها في مملكة الجزيرة محبوبة من هذا العدد الكبير من الناس أو لديها هذا العدد الكبير من الأصدقاء وذات يوم اندهش البستاني والد ميلنا اندهاشا شديدا لما زاره كبير الحكماء الذي يعمل عند الملك ويراه الكثيرون أعلم أهل الأرض انحنى البستاني تحية له وسأله عن سبب تشريفه له بالزيارة فأجابه كبير الحكماء أردت التحدث معك بشأن ابنته لم يفهم البستاني لما قد يهتم أهل القصر بابنته وكان واثقا تمام الثقة بأنها لم ترتكب أي خطأ يستوجب شكواهم منها لذا سأله هل أنت واثق بأنك تقصد ابنتي ميلنا؟ أجابه كبير الحكماء أجل لقد سمعت عن ابنتك الكثير من الأمور الطيبة وأريد طرح ثلاثة أسئلة عليك بشأنها أجابه البستاني قائلا تفضل سأله كبير الحكماء قائلا هل رأيتها يوما تقصو على أحد؟ فكر البستاني للحظة وقال لا بكل تأكيد لا أظنك ستجد من رأها يوما تقصو على مخلوقك قال كبير الحكماء عظيم السؤال الثاني هل سمعتها تكذب يوما؟ أجاب البستاني عن هذا السؤال دون تفكير قال لا بكل تأكيد لا أظنها فكرت في الكذب يوما ولا أظنها تعلم عنه شيئا قال كبير الحكماء عظيم إليك السؤال الثالث هل شهدتها يوما تخشى شيئا؟ فكر البستاني قليلا في هذا السؤال ثم قال لا لم أعهدها تخشى شيئا فلطالما وثقت بالجميع وبادلوها الثقة ولكنها بالطبع لا تزال فتاة صغيرة قال كبير حكماء مجددا عظيم لا يهم إن كانت فتاة صغيرة أظنها قادرة على إنقاذ نجل الملك إن سمحت لها بالمحاولة ذهل البستاني بشدة لسماعه لهذا الكلام وصاح متعجبا تنقذ نجل الملك لقد أخفق جميع بنودكم ومستشاريكم في إنقاذه وابنتي لا تزال فتاة صغيرة قال كبير الحكماء الأمر مختلف يمتلك أمير البحار قوى سحرية كما تعلم فلا يمكن للأقوياء أو الذين يملكون سيوفا بطارة هزيمته ومنذ أن وقعت فالما في الأسر وأنا عاكف على دراسة كتبي السرية بحثا عن الشخص الذي يصلح لإنقاذه وعثرت على الإجابة أخيرا إن منقذ نجل الملك لا بد أن يكون فردا عاش عمره كله طيب القلب ولا ينطق إلا بالحق ولا يخشى شيئا وابنتك هي الوحيدة في المملكة التي اتفق الجميع على تحليها بالصفات الثلاث التي ذكرتها لي تحدث طويلا في هذا الشأن وفي البداية لم يحتمل البستاني فكرة أن تذهب ابنته لإنقاذ الأسير لدى أمير البحار أخبث الخبثاء ولكنه وافق بعدما أوضحت له كبير الحكماء أن واجبه تجاه ملكه يحتم عليه التضحية بأي شيء في سبيل إنقاذ فالماء وقال البستاني ولكن لا بد أن تعلم أمرا مع أنني واثق بأن ميلنا لا تعرف القسوة ولا الكذب لكنني لست واثقا بأنه لن يصيبها الخوف فلو كنت مكانها وطلب مني الذهاب لمواجهة أمير البحار لأصابني الخوف قال كبير الحكماء لا بأس يمكننا معرفة ذلك بسهولة عندما نطلب منها الذهاب فإن أصابها الخوف فلن نستعين بها وبناء عليه استدعيت ميلنا من الحديقة وأمسك كبير الحكماء بيدها ودون أن يخبرها بأي مما قاله لوالدها سألها إن كانت ترغب في تقديم يد العون لإنقاذ نجل الملك بالطبع كانت ميلنا على علم بقصة نجل الملك كاملة ولم تمر القصة على ذهنها مرور الكرام بل كانت تتمنى في كثير من الأحيان لو كانت رجلا فتساعد على إعادة نجل الملك إلى أحضان والده فأجابت على الفور أود ذلك بكل تأكيد إن كان هناك شيء في وسعي قال والدها ولكن ألن يساورك شعور بالخوف وأنت تنقذين أسيرا لدى أمير البحار الخبيث قالت ميلنا لا أعتقد أنه لا يوجد داع للخوف فأنا لست ذات شأن أو أهمية كبيرة حتى ينشغل أمير البحار بأذيتي إضافة إلى أن محاولة إنقاذ نجل الملك ستسعدني للغاية بدرجة سيتبدد معها أي شعور بالخوف تأكد كبير الحكماء من أنه وجد الشخص المنشود الذي كان يبحث عنه وسأل ميلنا عن مدى استعدادها للذهاب إلى قلعة أعماق البحار في الصباح التالي أجابته ميلنا مستعدة بالطبع ولكن ماذا سأفعل حين أعثر على القلعة قال كبير الحكماء لا أعلم ذلك فما استطعت معرفته من كتبي السرية هو أنك الشخص الوحيد الذي يمكنه إنقاذ نجل الملك فقط وأظنك ستعرفين بنفسك ما عليك فعله في وقتها اذهبي إلى القلعة وابحثي عن فلمة وأحضريه معك هذا كل ما في الأمر قال والد ميلنا أظن أن هذه مهمة لا يستهان بها لا سيما أن أهل المملكة جميعا أخفقوا في إنجازها لكنه كان سعيدا في قرارة نفسه لتكليف ابنته الصغيرة بمهمة عظيمة كتلك وفي وقت مبكر من صباح اليوم التالي أتى كبير الحكماء مرة أخرى إلى منسل البستاني وذهب هو وميلنا والبستاني معا إلى شاطئ البحر ثم ارتدت ميلنا ملابس البحر وبعد أن ودعت والدها وكبير الحكماء توغلت داخل البحر وسرعان ما غابت عن الأنظار بينما راحت تسبح نحو قاع المحيط وتبتعد أكثر فأكثر عن الجزيرة حدثت نفسها قائلة عجيب أنني لست خائفة من الغوص لهذه المسافة بمفردي ولكن لما الخوف على أي حال وكثيرا ما قطعت هذه المسافة برفقة والدي والأسماك تعشقني وهذا مكان جميل للغاية لا يمكن أن أشعر فيه بالوحشة أبدا وهكذا سبحت بين الصراخس البهيجة والأشجار التي نبتت في قاع البحر ولحقتها الأسماك الودودة أينما ذهبت وقد تغذت على فتاة الخبز الذي أحضرته منا في جيبها لإطعام الأسماك كان كبير الحكماء قد أخبرها عن الاتجاه الذي ستسلكه حتى تعثر على قلعة أمير البحار واكتشفت أن المسافة الفاصلة بينها وبين القلعة لم تكن كبيرة جدا مثل ما تخيلت لكنها وجدت أن القلعة لها ثلاث بوابات كانت البوابة والأولى من صخور ضخمة أحضرتها إلى هناك الأشباح العملاقة التي تخدم أمير البحار والثانية مصنوعة من الشعاب المرجانية خصوصا وبناء على رغبة أمير البحار ولم يكتمل بناؤها حتى الآن مع أنها قيد التشييد منذ مائة سنة أما البوابة الثالثة فكانت من ماء البحر فقط كباقي القلعة نفسها وكانت تشبه ألوان فقاعة الصبون عندما تسقط عليها أشعة الشمس كانت البوابة صلبة بفعل السحر وإذا حاول أحد الاقتراب منها تتحرك من مكانها بعيدا كأنها سراب عندما وصلت ملنا إلى البوابة الأولى وجدت اثنين من خدم أمير البحار العمالقة يحرسانها ولو رأت حقا مدى ضخمة هذين العملاقين فلربما أصابها الثعر على أي حال ولكنهما كان على ارتفاع شاهق جدا منها فلم تر ملنا إلا جزءا من سقانهما بين الصخور التي بنيت منها البوابة لكنها لم تهتم بهما فشغلها الشاغل ليس البحث عن عمالقة وإنما عن سبيل لعبور البوابة وللسبب ذاته لم يلحظ العملاقان ملنا لأنها كانت قريبة جدا من قاع البحر وكان رأسهما أعلى من ذلك بكثير وعندما رأت البوابة مفتوحة مرت دون استئذان وكانت البوابة الثانية يحرصها عمالقة أيضا وكانوا يبلسون أسفل قنطرة البوابة حينما شاهدوا ملنا تقترب خطبها أحدهم وسألها من أنت ولما تريدين عبور هذه البوابة أجابته ملنا إنني في طريقي إلى قلعة أعماق البحار سألها ولما تريدين الذهاب إلى القلعة أجابته قائلة لمقابلة فلما نجل الملك الذي يحكم بلادي شاهد العمالقة كثيرا من أهل مملكة الجزيرة ممن حاولوا الاقتراب من القلعة ولكن لم يفسح أي من هؤلاء عن السبب الحقيقي لمجيئه وإنما كانوا يختلقون مئات القصص المختلفة في محاولة لخداع حراس البوابة أما ملنا فلم يخطر على بالها أن تنطق بسوى الحقيقة عندما سألها العمالقة واندهشوا كل الدهشة عندما سمعوا ردها وبالطبع استبعدوا تماما أن تكون ملنا صادقة فيما قالت وظنوا أنها لا تريد بالفعل دخول القلعة وإنما أخبرتهم بذلك على سبيل الله ولا أكثر لذا ضحكوا من ردها ولم يمنعوها من عبور البوابة الثانية لأنها كانت أصغر بكثير من أن تمثل خطرا على أمير البحار وهكذا عبرت ملنا البوابة الثانية وتوجهت نحو القلعة نفسها التي أصبحت الآن تراها بوضوح أمامها كان ذلك أجمل مشهد رأته في حياتها حيث وقفت القلعة شامخة في أعالي المحيط وجميع جدرانها وأبراجها وبواباتها العملاقة معلقة في الماء وتهتز وتلمع كأنها جدران من فقاعات الصبون ومع أن الجدران بدت شفافة من مسافة قريبة ويمكن للمرء رؤية ما وراءها بسهولة فقد كان ذلك مجرد مظهر خادع فلم يسبق لأحد اكتشاف ما بداخلها أو معرفة الطريقة التي شيدت بها حقا بيد أن كبير الحكماء قرأ في كتبه السرية أن هناك صنفا واحدا فقط من البشر يمكنه اقتحام قلعة أعماق البحار ولا بد أن لا يكون قد صدر من هذا الشخص تصرف قاس قد ولهذا طلب من ميلنا الذهاب مع جهله بما يجب عليها فعله عندما تصل هناك ميلنا ذاتها كانت تجهل كل هذه الأشياء وكانت لم تزل تتساءل كيف ستتمكن من إنقاذ الأمير حتى إن تمكنت من دخول القلعة والعثور عليه لكن كبير الحكماء أخبرها سلفا بأنها ستهتدي إلى كل ما تحتاج إلى معرفته في الوقت المناسب وهكذا سبحت مباشرة نحو بوابة القلعة وفرحت عندما لاحظت عدم وجود حراس يمنعونها من الدخول فلم يكن هناك داع لوجود حراس عند هذه البوابة وعندما رأى أمير البحار الفتاة تقترب وهو ينظر من إحدى نوافذ القلعة انفجر ضاحكا وظن أن حراسه العمالقة سمحوا لها بعبور البوابتين الخارجيتين لثقتهم بأنها لن تتسبب في أي أذى وانتظر حتى يشاهد باستمتاع ملامح الدهشة التي ستعل وجهها عندما تحاول لمس القلعة وتكتشف أن ذلك مستحيل ولكن لم يتحقق ما كان ينتظره أمير البحار فقد حدث شيء عجيب فعندما رفعت ملنا يدها وطرقت بوابة القلعة المهيبة تلاشت البوابة كالفقاعة وفي لمح البصر تلاشت جميع الأبراج والجدران من ورائها بالطريقة ذاتها لعلها ذابت وتحولت إلى قطرات ماء وامتزجت بماء البحر أو لعلها تلاشت كأنها لم توجد قط ولكن أيا كان مصيرها فقد اختفت القلعة قبل أن تستفيق ملنا من دهشتها بحثت ملنا عن القلعة في كل مكان حولها ولكنها لم تستطع رؤية شيء سوى رقعة ممتدة من مياه البحر الخضراء تشبه الطريق الذي سلكته في طريقها إلى هناك وارتعد أمير البحار خوفا عندما رأى أنها الوحيدة من بين جميع من تجرأوا على الاقتراب من مملكته التي امتلكت القوة لتدمير قلعته المسخورة وفر هاربا دون أن تلمحه ملنا مرت ملنا بالمكان الذي سبق أن وجدت فيه القلعة قبل لحظات وتساءلت عن إذا ما كان ذلك كله ليس إلا حلما هل اختفى فلمى مع القلعة ومن ثم لن يعثر عليه أبدا بعد كل هذا لا فقد كان نائما أسفل نبتة مائية ضخمة وقد توارى رأسه تحت أغصانها دمرت القلعة في هدوء تم حتى إن فلمى لم يستيقظ من نومه وعندما رأته ملنا كادت تصيح من شدة الفرح ثم اقتربت منه ونادته باسمه ففتح عينيه النعستين بهدوء ثم قال عجبا أين القلعة وأين أمير البحار وأين خدمه جميعا الذين اتخذوني أسيرا أجابته ملنا لا أعلم ولكنهم اختفوا جميعا لقد أرسلني الملك لأعيدك معي إلى أرض الوطن نهض فلمى بسعادة وأمسك بيد ملنا وشق طريقهما عائدين إلى الجزيرة دون أن يعترضهما أحد فقد فر جميع خدم أمير البحار الخبيث مثل ما فره والآخر بعد أن رأوا القلعة تتلاشى كان الملك وكبير الحكماء وبقية الحكماء والبستاني وكثير من أصدقاء ملنا يقفون على الشاطئ في انتظار عودتها وعندما خرجت مبتلة من الماء وفلماء نجل الملك يسير بجانبها يدا بيد تعالت الصيحة المدوية التي لا بد أنها وصلت إلى أسمع أمير البحار نفسه مع أنه كان على بعد مئات الأميال حين ذاك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة